تمكنت عناصر أمن عنابة من توقيف سيدتين في قضية الجريمة المروعة بحي أربعمائة مسكن بالصفصاف بلدية عنابة وذكرت مصادر أن القاتلة من مواليد 1980 وتربطها علاقة قرابة مع والد الطفلين وهي زوجة عم الضحايا وقامت بهذه الجريمة الشنعاء في حق طفلين أبرياء وجدتهم دون أي رحمة ولا شفقة وذلك بالتعاون مع شريكة لها في الجريمة واسمها دليلة هذا وراحت دحية هذه الجريمة الشنعاء سيدة تبلغ من العمر 59 سنتان وهي أستاذة متقاعدة كانت تدرس بمدرسة العلال أحمد وفارقت الحياة مع حفيدها وهو تلميد يبلغ من العمر 14 سنتان أما حفيدها الآخر صاحب الثماني سنوات فيتلقى العلاج في مستشفى ابن رشد بعنابة ويدكر أن الطفلين قيد حياتهما كانا برفقة جدتهم والدة أمهم التي ترعى شؤونهم لغاية عودة والدتهم الموظفة بالمجمع الإداري حقل مارس التابع لبلدية عنابة ترجمة نانسي قنقر